اشتركوا في القناة اللي هتبتدي من خلالها تشرح حروف الجر او تبتدي ان هي توصل معلومة حروف الجر لاطفالها بسهولة والموضوع يكون بالنسبة لهم شيق وسهل كمان ولازم كمان نبتدي ان احنا ندي شوية تمارين وانا حدها لكم ان شاء الله معينا النهاردة دي اللي هتسبت معاكم حروف الجر بس اخليكم معايا للايخ ايه هي بقى الخطوات ان احنا نبتدي من خلالها نقدر ان احنا نفهم الاطفال حروف الجر الطريقة سهلة ومبسطة الخطوة الاولانية لازم نعرف الولاد ان حروف الجر دول 8 حروف علشان خاطر الطفل يبتدي يعرف ان هم 8 حروف ويبتدي يعرف عددهم وكمان حروف الجر دول مستحيل ييجوا في اول الجبل يبقى لازم ييجوا في وسط الجملة وهم بيكملوا الجمل من غيرهم تحس ان الجملة هتبقى نقصة او الجملة مش هتبقى جملة مفيدة متكاملة ويبتدي نفهم معنيها جيت قلت هنا زهبا ابي العمل زهبا ابي العمل هل انا كده الجملة واضحة ومفهومة لأ طبعا تحس ان الجملة نقصها حاجة انما لو انا جيت قلت ايه زهبا ابي الى العمل او جملة وضحت شوية الجملة معي والجملة بدأت تكون مفهومة اكتر للايه للي سامحها يبقى حروف الجر دي بتخلي الجملة تبقى واضحة ومفهومة اكتر النقطة اللي بعد كده لازم كمان ان احنا نبتدي نفهم الولاد حروف الجر دول باغنية حلوة كده وبسيطة علشان الموضوع يكون سهل بالنسبة لهم وكمان يبتدوا يحفظوها مرة على مرة يبتدي الطفل يحفظ حروف الجر ويبتدي يكون التمارين بتاعتها تكون سهلة بالنسبة لهم طب يلا بينا نسمع الاغنية دي علشان خاطر نبتدي نحل عليها تمارين اكتر والموضوع يكون سهل وبسيط لكل الاطفول طب ايه يا طرى بقى هم الحروف الجبيلة دي اللي بتكمل الجمل وتخليها مفهومة ومعروفة اكتر يبقى هم حروف الجر طب ليهم اغنية ايوا ليهم اغنية يلا نقولها مع بعض حروف الجر تمانية تمام كل حرف جر كلام من الى عن على فيف وسطهم وتكافوا اللم والباق من الى عن على فيف وسطهم وتكافوا اللم والباق هنقولها تاني مع بعض حروف الجر تمانية تمام كل حرف جر كلام من الى عن على فيف وسطهم وتكافوا اللم والباق ولو تلاحظوا ان الكاف واللم والباق لو جينا جمعناهم على بعض حيكونولنا كلمة ايه كلمة كلب خلاص كده علشان خاطر للأولاد تبتدي عارفة ان الكاف واللم والباق هما كلمة كلب علشان خاطر ما يطوهوش مننا تمام كده التفل عيبتدي يقرر الأغنية وحضراتك حتبتدي تقولي الأغنية أكتر من مرة وياريت موضوع ما يكونش بالنسبة له يعني ان انت حضراتك تبتدي تقولي له احفظ الأغنية احفظ الأغنية لا خليها بلعبة يعني خديها بلعبة علشان الموضوع يكون سهل بالنسبة له بينا هناخد شوي التمارين التمارين دي هتأكد معانا حروف الجر والموضوع ان شاء الله هيكون سهل وبسيط للأطفال ويكون الموضوع شايق ان شاء الله يلا بينا ناخد التمارين مع بعض التمارين بيقول ايه استخدم حروف الجر من الى عن على في كاف لام بي تمام؟ اول جملة معينا وضع الطالب الكتاب نقط المكتب وضع الطالب الكتاب نقط المكتب يا طرح هناختار ايه؟ اه وضع الطالب الكتاب على المكتب تمام كده؟ باول واحدة ايه؟ وضع الطالب الكتاب على المكتب انا كده استخدمت حرف الجر على الجملة اللي بعديها يبحث الصياد نقط اسميك يبحث الصياد نقط الاسميك يبقى احنا نختاره هنا يا طرى مين انا وحرف جر وتبتدي ان انت تسألي طفلك تمام كده يبقى يبحث الصياد عن الاسميك يبحث الصياد عن الاسميك طيب الجملة اللي بعديها ابي ذهبه نقط العمل ابي ذهبه نقط العمل يا طرى ايه هي ابي ذهبه كالعمل ولا ابي ذهبه الى العمل يبقى نستخدم ايه حرف الجر الى كتبت نقط القلم كتبت نقط القلم تبتدت خياريه كده علشان خطر الموضوع يكون سهل بالنسبال يا طرى حيقول ايه كتبتو كالقلم ولا كتبتو بالقلم بيل يبقى الاحسن ايه او اللي هي ماشية معاه ايه هو حرف الجر البي يبقى كتبتو بالقلم الجملة اللي بعديها يسرع الولد نقط يفتح الباب يا طرى هتبقى ايه هتبقى يسرع الولد ليفتحوا البيب يسرع الولد ليفتحوا البيب لم هو الحرف الجر اللي ايه اللي هينستخدموه في الجملة دي يبقى يسرع الولد ليفتحوا البيب هو حرف اللي الجملة اللي بعد كده الماء نقط الكوب الماء نقط الكوب طبعا نستخدم ايه هنا الماء في الكوب الماء في الكوب يبقى احنا هنا استخدمنا حرف الجر في الجملة اللي بعديه الصقر نقط الطيور يا ترى الصقر ايه الصقر من الطيور الصقر من الطيور يبقى اصبح هنا ان احنا استخدمنا حرف الجر من الجملة اللي بعديها وجه الولد جميل وجه الولد جميل نقط القمر يطرع نستخدم ايه وجه الولد جميل نقط القمر هيبقى وجه الولد جميل كالقمر وجه الولد جميل كالقمر وحتبتدي ان انت تجيله اكتر من تمرين على حروف الجر طبعا كل مرة ما بتديلش حروف الجر على بعضها انت مثلا بتختاري حرفين أو ثلاثة وبتبتدي تدي عليهم التمارين طبعا أنا هنا عطيت كل التمارين بس عشان تشايفها المثلة اللي احنا بناخدها على حروف الجر حروف الجر حروف الجر تمانية تمام كل حرف جر كلام من إلى عن على فيف وسطهم والكف واللم والباق من إلى عن على فيف وسطهم والكف واللم والباق حروف الجر تمانية تمام كل حرف جر كلام من إلى عن على فيف وسطهم والكف واللم والباق احنا حروف الجر في النهاية بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتو تحطونا اللايك وكمان يا ريت ما تنسوش ان انتو تشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة